السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنا منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى تلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسال الاسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة تكلمنا وتحدثنا وسنعيد الحديث عن مرض الفيروس كورونا المستجد والإصابة بمرض كوفيد 19 ومضاعفاته وتأثيراته وكيفية الوقاية منه المرض الذي عطل الاقتصاد العالمي والذي أوقف حركة البشرية وما زال ينتشر ويستشري ويزداد رغما من جهود المقاومة اللي بتتبعها معظم الدول لقد من الله على مصر بأن الحالات ما هياش في زيادة وما فيش نشاط للمرض لكن هذا ليس مضمونا في الأيام القادمة أنه يستمر بالرغم من وجود مصر في منطقة نشطة جدا من مناطق نشاط المرض لو حضراتكم تشاهدوا دولة كالأردن مثلا اللي عدد الحالات فيها قليل جدا وعدد الحالات المسجلة لا يزيد عن 4500 حالة منهم حوالي 250 حالة سجلت بالأمس فقط وبالتالي في زيادة واضحة دولة والكيان الصهيوني والدولة إسرائيل اللي كانت بتسجل أقل عدد حالات وناشطة جدا في الفترة الأخيرة وبلا توقف وتتقدم في عدد الحالات وعدد الحالات المسجلة يزداد من 2000 ل3000 ل4000 حالة يوميا رغم قلة عدد السكان نفس الكلام الذي ينطبق على العراق الدولة المصابة بنشاط شديد جدا لهذا المرض نفس الكلام اللي يمكن أن يطلق على دولة المغرب حيث الأعداد المسجلة والموثقة بالحكومة المغربية لا تقل عن 2000 وقد تزيد 2500 في الأيام الأخيرة وتتقدم بالطراض كل هذا في منطقة وبؤرة ساخنة ومنظمة الصحة العالمية التي تعلن قلقها بالنسبة لمنطقة شرق المتوسط بالنسبة لمرض كوفيد 19 والانتشار الفيروس ويعتري منظمة الصحة العالمية قلق عن الأشهر القادمة خاصة شهرين أكتوبر ونوفمبر وعدد الحالات التي سوف تسجل في هذه المنطقة ونشاط هذا المرض يجب أن نلتزم ونأخذ الحيطة والحذر ونلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي إلى أن يكون هناك لقاح وليس متوقعا أن يكون في القريب العاجل وحجيب لحضراتكم النهاردة أخبار طريفة حتى إذا اللقاح اتوجد فيترى حيبقى متاح للجميع ولا لأ ويترى وجوده سينهي المشكلة أم ستنشأ منه مشاكل ومشاكل أخرى لكن عودة إلى رغبة إحدى السيدات اللي بعتت ليها على الصفحة وطلبت مني أني أتكلم عن مخزون المبيض من البوايضات وها أنا أزاء ألبي رغبة حضرتك وكل المشاهدات المتأخرات عن الحمل يستمعنا بإنصاط للدقائق القادمة والحديث عن مخزون المبيض من البوايضات هذا اللفظ الذي كثر الحديث عنه في الفترة الأخيرة وبقينا بنسمعه كتير وبقت وراء قصص مريرة وأحداث كثيرة وقد تنتهي نهايات مأساوية لأمال بعض السيدات إيه القصة؟ القصة أن على عكس الرجال خلق الله النساء بعدد محدد من البوايضات الرجال عندهم مصنع يصنع حيوانات منوية منذ البلوغ وحتى الوفاء ومصنع هو الخصية أما مبيض السيدات فهو ليس مصنعا لتصنيع البوايضات لكنه مخزنا لتخزين بوايضات صنعت بالفعل وكونت منذ كانت هذه السيدة جنينا في رحم أمها وبالتالي تولد السيدات بحوالي مليون بوايضة في المبيضات بالمناسبة يبدأ تكوين البوايضات تقريبا في الشهر الخامس من العمر الجنيني يعني وهي جنين في بطن أمها يتكون في المبيضين ما بين سبع لتمن مليون بوايضة يبدأوا في الاضمحلال والانحضار ويقل عددهم عشان تولد بمليون واحد بس موزع على المبيضين إلى أن تصل إلى عمر البلوغي يبقى عندها تقريبا ما بين 400 إلى 500 ألف بوايضة موزعين على المبيضين هم اللي صالحين للتنشيط وبمرور الوقت والعمر يقل عدد البوايضات وحتى إذا ما قلش عددهم فبيبقوا مخزنين ما هماش صبحين ما هماش مر عليهم فترة من الزمن وبالتالي جودة البوايضات بتقل فبيقل عدد البوايضات بمرور الوقت والعمر ومن المعروف عند كل السيدات بدون علم وبدون طب أن كل ما السيدة تتقدم في العمر فرصها في الحمل بتقل ليه بتقل؟ لأن عدد بوايضاتها بتقل ولأن جودة البوايضات كمان بتقل لأن اقتدت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن البوايضات الأجود والأفضل تفقد أولا فعندما نقول لسيدة أن عدد البوايضات اللي في المبيض بتاعك قال ما ترد علينا تقول لنا في دهيا ده الست بتحمل من بوايضة واحدة لأما هو لما العدد بيقل الجودة كمان بتقل جدا لأن الأجود يفقد أولا وبالتالي كلما تقدمت السيدات في العمر قلت عدد البوايضات وساءت نوعيتها وبالتالي قلت فرص السيدات في الحمل وهذا ما يطلق عليه الأطباء مخزون المبيض من البوايضات فكلما قل مخزون المبيض من البوايضات ما قلناش الست مش هتحمل وما قلناش أنها لا يمكن هتحمل لكن فرصها في الحمل تقل لأن من المعلوم بالضرورة ودون اللجوء لعلم وطب أن نفس السيدة لو تزوجت وعمرها عشرين سنة فرصها في الحمل وإمكانيات حملها أسهل كثير من لو كانت عمرها تلاتين سنة بس تلاتين سنة ما كبرتش أوي وده أسهل كتير من لو عمرها خمسة وتلاتين سنة وده أسهل بوضوح من لو وصلت لعمرها أربعين سنة والسيدات تقول هذه المقولة وهي حقيقة دي عمرها أربعين سنة معقول هتحمل في السن ده أظن الحمل يبقى صعب في السن ده ده حتى زحص الحمل احتمالية الإجهاض عالية ده حتى زحص الحمل ولم يجهد احتمالية التشوهات عالية نتيجة لضعف المخزون وسوء جودة البوايضات يعبر عن هذا المنطق تحليل يعرفه الأطباء بتحليل مخزون المبيض من البوايضات وهذا التحليل هو عدة تحليل لكن الحقيقة الأكثر شهرة والأكثر ممارسة وطلبة من الأطباء هو الانتي ميلاريان هورمون وهذا التحليل يشير إلى هورمون يعكس عدد البوايضات اللي داخل المبيض اللي صالحة لأن تنضج وتخصب وكلما يقل هذا العدد كلما يقل فرص سيدة في الحمل وبنقولش أبدا أن في مخزون مهما كان قليل أو سيء يقول أن السيدة لا يمكن أن تحمل فالحمل هب من الله يهبه لمن يشاء تعالى علمه وقدرته قدرة وعلمه وطب الأطباء لكن عندما تتحدث الأرقام وتقول أن عدد البوايضات اللي داخل المبيض قليل نرجع نقول أن السيدة ممكن تحمل من بوايضة واحدة وبالتالي بنقول أن فرص سيدة في الحمل قليلة لكن ما هيش منعدمة لما نبص المخزون ونقول أن فرص ست دي أنها تحمل واحد في المية إحنا ما نعرفش جايز تكون هذه السيدة هي الواحد ده وقد يريد الله أن تكون هذه السيدة هي الواحد ويحصل الحمل في الشهر التالي مباشرة لإجراء هذا التحليل فما فيش تحليل يقول مين هتحمل ومين مش هتحمل لحنا نتكلم على فرص وأرقام التي لا تقف أمامها قدرة القالق سبحانه وتعالى وهو كتب على نفسه أن الحمل يهبه لمن يشاء لكن عندما تقل أرقام المخزون تقل فرص السيدات في الحمل وإذا حدث حمل تزداد نسب الإجهاض لأن المخزون القليل يعمي سوء كمان في جودة البويضات يعني إيه اللي بيقلل المخزون إيه اللي بيقلل المخزون الوقت والعمر والسن طيب في مشاكل مرضية قد تؤدي إلى تقليل المخزون نعم هناك مشاكل مرضية قد تؤدي إلى تقليل المخزون وتدميره أحيانا هننقش الكلام ده مع حضراتكم بإطراض مع تقدم الحلقة وفي الحلقات القادمة لكن عشان ننسبش الناس على الانتظار فترة طويلة إذا كان معنا أي اتصال تليفوني نبدأ في استقباله أيه فضل يا استاذ محمد فضل حضرتك يا دكتور عشان أنت حضرتك من ثلاث حلقات وقلت لحضرتك أنك أنت وعمل من نظر بطنه وراحنا عندك حضرتك ولمدام حصل حمل الحمد لله وخط قطع الحمد لله فالوقت يا دكتور راح نروحنا عندنا في البلد إنها للدكاترة مطابعة الحمد والكلام ده عندها ترجيع مستعص بترجع كم مرة في اليوم؟ خمس مرات ست مرات ده ما يعتبرش مستعصي قوي طيب وبتاخد علاج بتستجيب للعلاج؟ بتستجيب للمحاليل وبصروب على لها محاليل في الوريد تمان خست نزلت في الوزن؟ وزنها كان كام لما بتغت الحملة ووزنها الوقتي كام؟ ما نزلتش في الوزن يا دكتور يعني مش حاجة مش ملحوظة يبقى القئ اللي عندها غير مؤثر على صحتها العامة وليس شديدا بالدرجة لكن حضرتكو اللي على الطبيعة المصرية دي ما بتكلش ده ما فيش أكلة بتقعد في معدتها دي حتتقوت إزاي؟ ده حتتغزى الحمل ده إزاي؟ ده مش معقول كده وده بيضاعف مقولاتكو دي من حالتها النفسية التي تزيد من هذه المشكلة طيب فيه سؤال تاني يا دكتور بعد إذن حضرت نعم فيه وقت ما كان المنظام في جدار البطن يا شخص كان كاتشيلا يخط لمن جدار البطن وجع جافت جدا يعني حملت ثلاث مرات ما كانش فيه الوجع ده دلوقتي وجع أيها وجع حملت ثلاث مرات ما كانش فيه الوجع لأن حملت ثلاث مرات ما كانتش عاملة جراحة مستقصلين منها جزء من عضلة جدار بطنها لأنها مصابة بمرض البطنة المهاجرة ولما شلنا الجزء ده من عضلة بطنها خيطناه فالوقتي حصل حمل جدار البطن بيتشد حيبقى فيه ألم عليه لأن عاملة عملية ما عداش عليها ست شهور ده العادي والطبيعي وسيستمر وسيزيد ولا شيء يمنعه ولا شيء يقلله ولا شيء يحجمه ولا شيء يعالجه وعليكم الانصياع لأن ده العادي والطبيعي وعدم الشكوى منه تمام؟ يبقى حضرتك مرات حضرتك بقى يبقى لما نتكلم نقول كده كان يا دكتور عندها بطانة مهاجرة ومن درجة شديدة ولما جينا حضرتك قلت لنا فيه كتلة في جدار البطن دي غالبا بطانة مهاجرة واستقصلناه وعملنا منظر وكان فيه بطانة مهاجرة وعملنا كيل بطانة مهاجرة والحمد لله حصل حمل بعدها بعدة أسابيع تفتكر حضرتك أنا هسألك سؤال كده لو أنت اتصلت بي وقلت لي هي الحامل الحمد لله ما بتشتكيش من أي حاجة ولا حاسة بأي حاجة ولا أكنها حامل أو بتتصل بيها وتقول لي دي حامل وبترجع 3-4 مرات في اليوم مين الحمل اللي مقلق ومين الحمل اللي مطمئن أكيد المطمئن هو اللي الستة عندها أعراض لأن كل ما الأعراض زادت معناه أن هرمون الحمل عالي ومعناه جودة وكفاءة الحمل أعلى واللي عندها دقيق لكنه لا يوصف بأنه قيق مستعصي لأنه معداش 6-7 مرات في اليوم ولأنه لا يؤثر على حالتها العامة فهي قادرة تخرج وتروح وتيجي وبتلف على عيادات الدكاترة ونمرى 3 إنها لم تفقد وزن يبقى اللي أنتوا شايفينوا أن قيق شديد لم يؤثر على صحة وجسم السيدة دي ومقبول أن بعض السيدات الحوامل تفقد حوالي 3-6 كيلو أثناء الثلاث شهور الأولانيين مع القيق وهي لم تفقد أي وزن فهذا قيق عادي في أول الحمل سيقل بالتدريج فاصل وبعد الفاصل نستكمل مع حضراتكم بوشت خير اشتركوا في القناة